من جديد منتخبنا الوطني يتمرن غدا صباحا بإذن الله ثم يطير في رحلة شقة تستغرق 11 ساعة بما فيها ترانزيت في المغرب الشقيق ثم يكمل رحلته إلى كاب فردي أو الرأس الأخضر هي الروح جميلة جدا في التدريبات رغم الغيابات الكثيرة للمنتخب الوطني عدد كبير جدا من اللعيبة سواء للإصابات أو الراحة مع رسول محمد صلاح ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد عبد المنعم زيزو كتير جدا من اللعيبة غايبين عن صفوف منتخبنا الوطني لكنه البركة في الشناوي ومصطفى شبير والمهدي سليمان ومحمد عواد وبيك أحمد رمضان بيكة محسن عبد مجيد وحمدي فاتحي محمد ربيعة ومحمد حمدي وإحمد نبيل كوكة وإحمد عيد ومحمد شحاتة محمود صابر وعمر كمال ومروان عطية محمود ترزيجي نبيل دونجة ناصر ماهر مصطفى فاتحي طاهر طاهر مرموش وبرهيم عادل ومحمود زلاكة ومصطفى محمد وأسامة فصل إن شاء الله بإذن الله يكونوا عند حسن الظن بيهم ويكمل حسام حسن المهمة نتأهلنا الحمد لله أربع مباريات دون هزيمة ودون أن نفقد نقطة واحدة ودون أن تهتز شبكنا كابفردي مباراة بالنسبة لهم ما فهى الشزار لأنه لو تعادل فقط هو خرج من التصفيات لكن الفوز بيفتح له أبواب الأمل مرة أخرى وبالتالي المباراة صعبة جدا على الفريقين على منتخبنا الوطني وأيضا على منتخب كابفردي تاني أرجع أولك المباراة دي فيها غيابات كتيرة جدا ترزيجي إقاف ومروان عطية إقاف المباراة دي لكن يرجعوا المباراة التانية وبالتالي كابتن حسام حسن ضموهم لأن انت هتلعب يوم 15 ترجع لعب تلعب يوم 19 انت هتلعب 15 وتسافر 11 ساعة فترجع 16 ما تلحاش تتمرن تتمرن 17 و18 تلعب 19 هيبقى في الدفاع الجوي الساعة 5 مساء بإذن الله كل التبنيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق ويواصل سلسلة انتصاراته ويبقى التأهل دون هزيمة ودون أهداف تهز شباك منتخبنا الوطني وده برضو بيرفع من أسهمنا ومن نقاطنا في التصنيف أنا بس الحقيقة يظل عتابي دائما وأبدا على أسعار التذكر يعني 75 جنيه الدرجة الثالثة كتير جدا 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 خصوصا مع مباراة المنتخب ومباراة مجمونة فبنرجع بعد كده نزعل هو الجمهوري مش موجود ليه لأنه التذكرة مش رخيطة